ما للفضائح تتوالى؟ أم أن الخيبات لا تاتي فرادة على المغرب؟ لم يجف حبر فضائح بيغاسيوس حتى طفت للسطح فضيحة فساد جديدة تورط فيها النظام المغربي بالبرلمان الأوروبي وسائل إعلام دولية كشفت انخراط 15 نائباً أوروبياً في منظمة تستعملها المخابرات بالرباط نقلاً عن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي ومن ضمن المتورطين نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي المتواجدة بالسجن على ذمة التحقيق أحد المقربين من كايلي اعترف للمحققين البلجيكيين بأنه كان طرفاً في منظمة يستغلها المغرب للتدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية بحسب ما تناقلته صحيفة لوسوار البلجيكية والاريبيبليكا الإيطالية وتكشف التحقيقات أن المسمى فرانشيسكو جيورجيا الذي تولى إدارة الشؤون المالية في المنظمة وبرلمانيين أوروبيين كانوا على اتصال بالمديريات العامة للدراسات والتوثيق وهي خدمة استخبارات ومكافحة التجسس في المغرب بل التقوا بمديرها واجتمعوا بسفير الرباط في ورسو عبد الرحيم عتمون كما تلقوا مبالغ مالية الصحيفة الإيطالية أضافت أن القصر الملكي يعد الأكثر بحثاً عن التأثير في المواقف السياسية للدول والهيئات بالخوض في المعاملات الخسيسة بعدما فشل في فرض نفسه في المعادلة السياسية النزيهة مستغلاً الإجتماعات والمقابلات ووجبات العشاء مع كبار مسؤولي المخابرات بالرباط هي فضيحة فساد هزت بروكسل منذ نحو خمسة أشهر حين اكتشفت المخابرات البلجيكية بمساعدة جهات أوروبية أخرى وجود شبكة تعمل لحساب المغرب بهدف تنفيذ نشاط تدخل في الاتحاد الأوروبي وفي مناصب رئيسية في عدة مؤسسات فضيحة تكشف عن معادلتين خطيرتين في منطق السياسة أولهما استثمار النظام المغربي المستباح من طرف الصهاين في شراء الذمم وانتهاك خصوصية الدول وفق مراقبين لكن الأخطر منها أنه يضع مصداقية البرلمان الأوروبي على المحك في منطقة تتغنى بالشفافية والديمقراطية